وجه الملك محمد السادس رسالة تلتها الأميرة للا حسنة رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة وجهها إلى المشاركين فأشغال قمة العمل المناخي 2019 التي يفتتحت أشغالها بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك وقال العاهل المغربي أنه رغم ضحف ما تنتجه المملكة من بعاثات مسببة للاحتباس الحراري فقد التزمت بخفض انبعاثتها في أفق 2030 بنسبة 42% وقد تم تعزيز ذلك بإطلاق مسار إدماجي شامل لتجاوز هذه النسبة وكذا أن المغرب قرر في شهر نوفمبر الماضي رفع سقف طموحاته من خلال زيادة حصة مصادر الطاقات المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية وطنيا لتصل إلى 52% في أفق 2030 وأضف الملك محمد السادس أن إفريقيا التي تعاني من أثار التغيرات المناخية ينبغي أن تحظى بالأولوية في العمل الجماعي مشيرا إلى إطلاق قمة العمل الإفريقية الأولى المنعقدة بمراكش التي شكلت دينامية غير مسبوقة لسيما من خلال تفعيل لجنتين المناخ الإفريقيتين لحوض الكونغو ومنطقة الساحل وقال العهل المغربي إن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة رفقة شركائها قامت بإحداث شبكة الشباب الإفريقي من أجل المناخ التي تهدف إلى إعلاء الحس القيادي والابتكار وإبراز الدور الإيجابي للشباب الإفريقي ترجمة نانسي قنقر